هاي , إبراهيم يانا أيضاة إبراهيم ناداة وأمرنا فيه كثيرо جدا سحاول ابراهيم ناداة سنتحدث في إبراهيم ناداة إبراهيم ناداة بيلعب IS أنه الأached يلاعيب أش الشميع بيلعب بُرجل بثاناة لكن طبعا فرق كبير ما بالرجليه الشمال ورجليه يمين بيلعب كمان هنا ومسجل أهداف من هنا من الجناح الشمالي طبقى مشكلة الزمالك اتكلمنا عليها في حلقة سابقة انه الزمالك عنده لعيب كبير قوي فيه الوينج رايت هو أحمد سايز زيزو مفتاح اللعب الأساسي اللي موجود في الاتنالة الزمالك دلوقتي هجوميا هو أحمد سايز زيزو أحمد سايز زيزو بيقل كتير لما بروح ناحية الشمال نفس الحال بالنسبة لإبراهيمان داي مميز جدا طب ليه ايه التوصيفها الفني في عشر ثواني انه إبراهيمان داي احنا قولنا العيب ايه أشول يعني بيلعب هنا فلما هيشتغل ناحية الشمال مضطر الحكتين لو ما عندوش لسبيس مضطر يطلع على اللاين فمقدموش للحل واحد انه يطلع ويعمل الكروس خطورته قلب بشكل كبير جدا فقدام فريرا حل من اتنين يا إما انه يعود إبراهيمان داي ويحطوا مكان سيف الجزيري لأنه بيلعب سنتر فروت وسنتر فروت مميز لما نيجي لأستعرض الفيديو مميز في الكرات الهوائية مميز في البوزيشنينج مميز في التوقيت لعيب سريع جدا في الترانزيشن لعيب سريع جدا في الترانزيشن فهنا الراجل بيشتغل في الوينج رايت الراجل بيشتغل في الفروت وفي الوينج ليفت لكن في الوينج ليفت أقل شوية فهنا بقى المعضلة اللي يحلها فريرة هل يعتمد عليه مكان سيف الجزيري ويعتبره أبجريد لأنه عنده بعض الحاجات بروفايل مشابه لسيف الدين الجزيري ولكن عنده أبجريد في السرعة في التحولات في كرات الرقصية مميز جدا كان هو أقصر شوية من سيف الجزيري لكنه لعيب خفيف وسريع جدا جدا فهل يبقى حل خاصة أنه في مباراة كتير جدا أسلوب فريرة بيعتمد على التأفيل اللعب المباشر والتحولات أو الترانزيشن من الحالة الدفعية للحالة الهجومية بشكل سريع فعايز لعيب سريع جدا ببعض اللقطات هو يريد فرق السرعة حتى من إمتى من هو وجود في ودي دجلة يعني بتكلم على من أربع سنين وموجود في ودي دجلة قبل ما يروح لوزر رجع لي بقى اللقطة اللي فاتت هنروح للفيديو رجع لي اللقطة اللي فاتت بص خلاص دي هو موجود فين وقف هنا موجود فين موجود جول 18 كفيرود مش رايح ناحية الشمال كجناح فهو بيشتغل كفيرود الفريم اللي بعده اللي بعده خلاص روح لي اللقطة اللي بعده ايه دي دي الراجل في التحولات مزعج جدا لأي دفاع سريع جدا الانتسيبيشن أو التوقع بتاعه على كرة في لقطة واثنين وثلاثة واربعة متكررة ممتاز الفينيشنج بتاعه ممتاز رغم النمعات نين مدفعين وحارس مارما هادي جدا جدا في الفينيشنج أو في الإنهاء روح لي اللقطة اللي بعدها بمنتهى الهدوء بمنتهى الهدوء هادي جدا هنا وقفل هنا بقى هنقول حاجة في عشر سويني ده البوزيشن المثالي لإبراهيمان إداي موجود جول 18 جناح بيشتغل انسايد جول الملعب ده البوزيشن المثالي فهل بقى فريرة هيحلها ازاي هو ده السؤال اللي هنفضل ماشيين به لفترة هل فريرة زي ما لعبوا لجزء من المباراة في مباراة الهلال بيشتغل تحت سيف الدين الجزيري أو هيشتغل مكان سيف الدين الجزيري لأنه برايمن إداي هيقل لما رح نحيط الشمال ما قلتش انه مش هيبقى فعال لكن فعليته هتقل كتير أحمد سيد زيزو بيقل لما بيرح نحيط الشمال فهي دي هل يغير الطريقة ويعتمد على اتنين سترايكر ويحط أحمد سيد زيزو تحتهم فيبتري يشتغل على اللعب المباشر أكتر ما يعتمدش على اللعب الكلاسيكي بتاع فاتح الملعب والجناحين برايمن إداي لعيب مهم جدا 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 في خطة فريرة سريع في الترانزيشن هيبقى لعيب خطير جدا جدا في خطة فريرة طيب طعا نشوف الكرة دي انت بتقول نشوف الكرة بعد ده المسال هدوء شديد جدا جدا في التعامل مع الكرة بيتعامل مع الضغط جوال 18 بمنتهى البساطة زي الفيديو اللي فات زي الهدف اللي فات بنفس الطريقة بمنتهى الهدوء لعيب أشوال عدل الكرة دايما تلايب عدلة على شماله بص هنا المعليش رجع اللي دي من أولها أنا قلت لك هو لعيب من ضمن مميزاته اللعيب سريع جدا جدا قدرته والقدرة الانفجارية بتاعته بالجري من السبات يسبق أي لعيب بص الكرة دي وهو موجود في ودي دجلة من أربع سنين كان أصغر سنا بص الكرة دي كانت في مبارات النادي الأهلي كان بيجري جنب محمد نجيب منتهى البساطة هو متأخر باثنين تلاتة متر بمنتهى البساطة خد الكرة وعدة وسبق محمد نجيب لعيب مهم جدا جدا في التحولات يمكن في اللعب الست بلاي أو اللعب وأنا قدامي فرقة متكتلة هو أقل خطورة أقل خطورة لو لعب برا على الأجنحة لأنه هو خلي بالك لما بيجي يعدي ما بيعديش ما بيعديش بالمهارة هو مش لعيب دريبلر هو سريع جدا فبيعدي بسرعيته وفيه أمثلة كتير للمازج موجودة ماشي بقى الفيديو أحيانا نتكلم دايما قدامي لأيتلبي يعمل عمل يا كريم هنا عدل من على اليمين للشمال كمل 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 بص بص مش عقوب جيد بشماله لعيب ممتاز جدا رجليه الشمال بتتكلم رجليه الشمال بتتكلم عنده مشكلة في لحية اليمين دايما هيتل إيه يعديال تروح له على اليمين لازم يعديال بص تكلمنا على ضربات الرأس روح كمل كمل كرة صعبة جدا جاية لوراه تقريبا فلما أجي أتكلم عليه أنه الفيديوهات دي بتقول تروحك تيمهم مين أنه الراجل ده بيشتغل شهده سترايكر بيجي من الخلف فأنا أقدر أوصفه القاطع الماهر للخطوط إبراهيمان إضاي مميز جدا جدا في أنه يقطع لك الخطوط في أقل عدد من الثواني يقدر لو عنده لعيبة تحتيزة ما كنا نتكلم على زكريا الوردي والبروجريشن باس نتكلم على إمام عشور والبروجريشن باس أو البصات الأمامية يقدر يقطع لك الخطوط لأنه عنده لعيب سريع جدا جدا بيقدر يشتغل على ده فرق بينه بنزيزو أن زيزو هو لعيب خط وسط أو جناح إنما إبراهيمان إضاي لغم أنه عنده مميزات كتير جدا بدنية وسرعة ممثلة لزيزو لكن هو راجل على الجول أكتر راجل بيروح تارجت أكتر لأنه يشتغل جول 18 فهو لعيب فعال جدا جدا جول 18 أكتر منه جناح فلما نروح بقى اللي بعدها ونتكلم إيه حتيجات زيبالك ويفكر في إيه هيدللك هما بيفكروا في إبراهيمان دايز إزاي